عافية عاشر اليوم رح ان شاء الله نبلش في الدرس الثاني من الاحصاء اللي هو اثر تعديل البيانات على مقاييس التشدد انا في البداية رح اشرح مثال وبعد ما اشرح المثال تمام نفهم شو اثر تعديل البيانات اولا لازم انا اشرح مثال يعني بكون عندي مثلا بيانات شو اثرها تعديلي لو انا عدد شوف السؤال ناخد السؤال بيحكيلي اذا كان المتوسط الحسابي لمجموعة من المشاهدات يساوي خمسة ومداها يساوي اذا انا المتوسط الحسابي اللي هو عندي سين فتحة يساوي خمسة ومداها المدى يساوي سبعة وانحرافها المعياري عين تساوي اثنين ونص عدلت اذا هذه القيم كلها قبل التعديل وعدلت بالعلاقة صاد تساوي ثمانية ناقص اربعة سين حيث سين قبل التعديل صاد بعد التعديل المطلوب الاول بحكيلي احسب المتوسط الحسابي بعد التعديل طبعا انا شو بعمل هون بكتب عندي العلاقة المكتوبة عندي صاد تساوي ثمانية ناقص اربعة سين المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي اللي هو سين فتحة سين فتحة قبل رح ارزمها قاف قبل التعديل خمسة اذا صاد اللي هي بعد رح اخليها حرف الاب صاد بعد طبعا هون انا بعوض مكان سين خمسة تمام فبصير عندي تمانية ناقص اربعة ضرب خمسة الاولوية لمين للضرب تمانية ناقص عشرين اذا صاد بعد التعديل سالب اتناش اذا المتوسط الحسابي بعد التعديل صار عندي يساوي سالب اتناش نجي نشوف السؤال التالي بقولي الانحراف المعياري الانحراف المعياري بعد التعديل نفس اللي تحكي بحكي عين تساوي اثنين ونص هاي قبل التعديل تمام وبكتب العلاقة اللي عندي ثمانية ناقص اربعة سين تمام نجي نشوف عين بعد عين بعد التعديل تساوي القيمة المطلقة لمعامل سين هاي معامل سين القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب عين قبل التعديل اذا مقاييس التشتد انحراف مدى تباين القيمة المطلقة ضرب قبل التعديل القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب قبل التعديل ويساوي اربعة ضرب اثنين ونص ويساوي طبعا فاصلة وهنا عندي عين بعد التعديل تساوي 10 عين بعد التعديل تساوي 10 اذا انا طلعت عين بعد التعديل بقدر اطلع التباين لانه التباين عبارة عن عين تربيع ويساوي 10 تربيع ويساوي 100 وايك انا خلصت من الانحراف المعياري والتباين نيجي لمين؟ المدى نفس الحكي المدى يساوي طبعا بعد التعديل يساوي القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب المدى قبل التعديل طبعا المدى قبل التعديل اعطاني يا لي تساوي سبعة يساوي أربعة ضرب سبعة ويساوي ثمانية وعشرين إذن خلاصة الدرس عندي خلاصة الدرس المقاييس عندي مقاييس النزع المركزية بعوض تعويض مكان سين تمام؟ بعوض تعويض مكان سين وبجمع وبطرح أما مقاييس التشتت اللي هي مدى انحراف معياري تبايل فقط القيمة المطلقة ضرب القيمة المطلقة معامل سين ضرب قبل التعديل بالنسبة للمدى والانحراف المعياري والتبايل مفهوم إذن خلاصة الدرس إنه مقاييس التشتت متوسط وسيط منوان لا تتأثر بس تعويض مباشر أما مقاييس النزع المركزية إنحراف مدى تبايل فهو عبارة عن قيمة المطلقة لمعامل سين ضرب لقبل التعديل مع بعض المثال الموجود عندي بالكتاب بقولي إذا عدلت علامات سبع طلاب في أحد الاختبارات كالآن وعدلت العلامة بضرب كل العلامة في اثنين وإضافة ثلاث علامات على الناتج أكتب العلاقة إذن أنا قبل التعديل لو عندي صاد تساوي ضربت في اثنين وإضافة ثلاث يعني اثنين سين زائد ثلاث أوكي طيب نجي هون بحكي لي احسب المتوسط الحسابي قبل التعديل وبعده المتوسط الحسابي لمجموعة القيم هو مجموعة القيم على عددهم هاي قبل التعديل مجموعة القيم على عددها لي اثنين واربعين على سبعة ستة بعد التعديل باجي هم بقول اثنين ضرب ستة زائد ثلاث اثنين ضرب ستة اثناش زائد ثلاث خمستاش طيب بناء علي عاشر عندك تدريب سبعة أربعة صفحة مية واحد واجب تدريب إذن عندنا هون واجب واجب تدريب سبعة أربعة صفحة مية واحد وعندي كمان تدريب سبعة خمسة صفحة مية واثنين نحل مع بعض تدريب سبعة ستة بقول لي إذا كان المدى لمجموعة من المشاهدات تساوي ستة إذن أنا بجعل جنب هون بكتب المدى قبل التعديل يساوي ستة والتباين اللي هو عين تربيع قبل التعديل يساوي واحد وست سعة وستين بالمية عدلت المشاهدات حسب العلاقة صاد تساوي خمس سين ناقل ثلاث حيث سين قبل التعديل وصاد بعد التعديل المطلوب الأول المدى المدى سهل المدى عبارة عن القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب المدى قبل التعديل القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب المدى قبل التعديل اللي هو عندي خمسة ضرب المدى قبل التعديل خمسة ضرب ستة يساوي ثلاثين إذن أنا طلعت عندي هون المدى بعد التعديل طالب مني اثنين الانحراف المعياري طبعا أنا الانحراف المعياري طالب مني بعد التعديل ركزوا معي شوي طالب مني الانحراف المعياري بعد التعديل لكن أنا ما أعطاني الانحراف المعياري قبل التعديل لكن بقدر أوجده كيف بحكي عين تساوي الجذر التربيعي لواحد فاصلة تسعة وستين اللي هو عين انحراف المعياري عين هاي تباين تمام وهاي انحراف معياري تمام هي الجذر لاني بدي عين مش عين تربيع فجذر ويساوي تلتاش على عشرة ويساوي واحد فاصلة ثلاث اذا الآن طلعت عين قبل التعديل باور طبعا لدي انحراف معياري نفس المدى عبارة عن القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب الانحراف قبل التعديل ويساوي القيمة المطلقة لمعامل سين يعني قيمة خمسة ضرب واحد فاصلة ثلاث خمسة ضرب واحد فاصلة ثلاث طبعا بنضربها خمسة بتلاث خمستاش خمسة بواحد خمسة وواحد ستة وهيك طلعنا الانحراف المعياري بعد التعديل طالب مني التباين بعد التعديل صارت سهلة هاي التباين بعد التعديل عندي التباين قبل التعديل لكن التباين بعد التعديل هي القيمة المطلقة خمسة ضرب التباين بعد التعديل قبل التعديل خمسة ضرب واحد وتسعة وستين بالمية نضربه مع بعض خمسة بتسعة خمسة وأربعين خمسة ستة تلاتين وأربعة أربعة وتلاتين خمسة بواحد خمسة خمسة زائد ثلاث ثمانية آسفة وهيك طلعت أنا التباين بعد التعديل تمام بناءً علي علينا واجب تدريب سبعة ولا لأ طفعاً عاشر بس تدرس الفكرة هي بس تدرس الفكرة هاي بتحليلي تدريب سبعة أربعة سبعة خمسة بس تدرس الفكرة اللي عندي هون تدريب اللي حليته أنا معكم بتحلولي واجب سؤال واحد واثنين صفحة عاشمية وعشر وسؤال خمسة صفحة مية و INF معكم من هون اليوم الاحد الساعة الستة المساء